فروسيا اليوم والاتحاد السوفيتي سابقا هم الذين نتشارك معهم في الموقف ضد الاحتكار والاحتلال التي تقوده الإدارة الأمريكية والإمبريالية التي لا هم لها إلا الربح مهما كان حجم الضحايا في أي بلد من البلدان وقريبا بإذن الله وبعد عشر سنوات بالقنبلة الديمغرافية سننتصر حتى لو كنا وحدنا فكيف نحن معناه الاتحاد الروسي والصين وقوى الخير والتقدم في العالم نحن نواجه دولة قد يقال لها دولة إسرائيل ولكنها دولة مارقة خارج عن قواعد القانون الدولي بل هي عصابة نحن نتشارك مع الاتحاد الروسي بعداء الإدارة الأمريكية لنا نحن واثقون كل الثقة من أن الرئيس بوتين أصبح الرقم الصعب في معادلة القيادات في العالم تماما كما هو الرئيس شيزين بن هذان البلدان نعلق عليهم الآمال الكبيرة لأنهما هدية السماء إلى الأرض لكل البشرية التي تعاني من الاحتكار والهيمنة والاحتلال ترجمة نانسي قنقر